احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الهسر اغتسل فماهت فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هل لا سألوا إذا لم يعلم هل لا سألوا إذا لم يعلموا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على وعلم قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك أنعم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير داعي إليك بإذنك سراج المنير وعلى آله وصحبه ومن ولاهم بإحسانهم إلى يوم الدين حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله عدد جديد لقاومة متجدد برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر هل سألوا برنامجكم اليومي يجيبوا عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقية معلمون بإذن الله في هذه المسئلة المباركة صاحب الفضيلة الشيخنا وستدنا وبركتنا الشيخ عمر محجوبي أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه شيخنا عمر محبابيك مرحبابيك أستاذ أحمد الله يحفظك إن شاء الله الله يبارك فيك سعداء بهذا اللقاء المتجدد معكم الله يخليك بارك إن شاء الله كما نسعد وأيها الأفاضل بأن يرافقنا الزميل فيصل في ترجمة هذا اللقاء المبارك عبر لغة الإشارة وعبره نحيي جميع متابعين عبر هذه اللغة والذين نتمنى لهم وقتا مفيدا عبر هذه القناة فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة ذكروا الله من الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عن ذكر الله نتحدث هذه الأمسية شيخنا عمار بسم الله الرحمن الرحيم أصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لازلنا أيها الإخوة الكرام الكرام في رحاب السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ولقد تناولنا في حصة ماضية بأن السبعة لا يقصد بها العدد المحدد وإنما يقصد بها مطلق العددية ذلك أن الذين يدخلون الجنة كثر والمبشرون بالجنة كثر بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم إنه على ما يجاء قدير وبالإجابة جدير من بين السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل لا يقصد به الجنس وإنما يقصد به البشر بصفة عامة سواء كانوا ذكورا أو إناثا وإنما ذكر الرجال من باب العادة أو من باب التغليب أو ما إلى ذلك ورجل ذكر الله خاليا ذكر الله عز وجل أي علم بأن له رب يراقبه خاليا أي في خلوة وهو وحيد لا يراه البشر حتى ربما يقول بأنني فعلت ذلك رياء وسمعة وإنما ليس بينه وبين الله حجاب ولا من يراقبه إلا المولى عز وجل ذكر الله خاليا أي في ظرف لا يسمعه فيه إنسان ولا أي مخلوق ذكر الله خاليا ففاضت عينه فاضت عينه وهو تعبير جميل جدا بمعنى فاضت بالدموع ولذلك فإن الذكر الحقيقي هو الذي يجعل المشاعر الإنسانية في الإنسان تتحرك ولذلك ورجل ذكر الله خاليا أي من بين الذين يبشرون بالجنة إنسان عندما يذكره خاليا وحيدا لا يشعر بالسمعة أو بالرياء أو بأي أمر من الأمور يذكر الله عز وجل فإذا بعينيه تذرفان ورجل ذكر الله خاليا والذكر أيها الإخوة الأعزاء ذكر لله عز وجل عند أمره ونهيه ولذلكم الذكر الحقيقي الذي له أثر في الحياة أو له أثر في السلوك أن يذكر الإنسان ربه عند أمره ونهيه عندما جاء وقت الصلاة وأذن المؤذن هذا المؤذن يأمرنا بأن نصلي وقد أكون مشغولا ولكني مع ذلك ألب النداء لأنني ذكرت ربي عندما يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلقد ذكرت ربي عند أمره ولعلي أذكره عند نهيه فإن نفسي قد تراودني على أن أغتاب ولكني عندما أذكر بأن المولى عز وجل يراقبني فإنني أتوقف عن الغيبة حسبة لله عز وجل لعله ليس هناك من يعني يلومني أو من يعاقبني ولكني ذكرت المولى عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية ولذلك أول أنواع الذكر هو ذكر الله عز وجل عند أمره وعند نهيه النوع الثاني من أنواع الدعاء من أنواع الذكر هو ذكر الدعاء أنا أقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم إني أسألك أن ترزقني أبناء صالحين اللهم إني أسألك التوفيق اللهم إني أسألك أن تختم لي بلا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إني أسألك أن تنزل الطمأنينة والسكينة على هذا الوطن اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد هذا ذكر والعلماء يسمونه الذكر الدعاء والنوع الثالث من الذكر هو ذكر الثناء فإنه من بين أنواع الذكر أنني أثني على المولى عز وجل أذكره بصفات جماله وأذكره بصفات جلاله ولذلك لعلكم تلاحظون أن الصورة التي ربما بعد التي جعلت في بداية المصحف هي صورة الفاتحة وصورة الفاتحة تبتدأ بذكر وهذا الذكر هو ذكر ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإنني ذكرت المولى عز وجل بالثناء عليه وبالتالي أقول هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن هو المحي هو المميت هو المعز هو المذل هو الذي يرحم هو الذي يرفع ولذلكم أنتم ترون بأنني ذكرته وأنا أثني عليه ولذلكم ذكر عند أمري وذكر عند نهيه وذكر دعاء وذكر ثناء ولعله بإمكاننا أن نقول إن الذكر بصفة عامة يعني يكون في هذه الدائرة وعندما نريد أن نجسد ذلك الذكر فإنني عندما أصلي فأنا في ذكر مستمر لأنني ذكرت ربي عندما صلي وعندما أصوم فإنني في ذكر لأنني ذكرت ربي وهو يقول كتب عليكم الصيام وعندما بدأت أذكي ذكرت ربي وهو يقول وأقيم الصلاة وآت الزكاة ولعلكم تلاحظون بأن المولى عز وجل عندما يقول ذكر الله ذكرا كثيرا فالذكر الكثير يعني هو أنني أكون في جميع حياتي مرتبطا إما بعبادة أو بفريضة أو بنافلة ولذلكم إن حياتي كلها لا تخرج عن الذكر يبقى الآن أن الذكر علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الذكر كلام المولى عز وجل ولذلكم فإن الإنسان عندما يسأل كيف أذكر ربي أقول له افتح ما بينك وبين القرآن الكريم افتح المصحف وقرأ واعلم بأنك في أعظم ذكرين من قرأ حرفا من القرآن الكريم كان له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف وإنما ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف فلعلكم تلاحظون بأن الإنسان إذا أراد أن يستكثر من الذكر فعليه أن ينظر هل العلاقة بينه وبين القرآن الكريم طيبة فإن وجد بأن علاقته بالقرآن الكريم طيبة فليبشر وليعلم بأنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ومن أنواع الذكر يا أيها الإخوة ولعل ربما أستطرب بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذا كلام ورد عن السلف الصالح يقول رأيت ربي تسعا وتسعين مرة ولئن رأيته تمام المئة والله لأسألنه يقول فرأيته تمام المئة لأن العلماء يقولون بأن رؤية الله عز وجل في الحلم ممكنة لكن بأي شكل لا أعرف ولذلك قال ولئن رأيته تمام المئة لأسألنه فلما رأاه تمام المئة قال له بما يتقرب إليك المتقربون المتقربون يا رب يعني ما هي أفضل طاعة يمكن أن يتقرب بها الإنسان إليك قال بكلامي يا أحمد والتتمة لعلها عجيبة قال بفهم أو بغير فهمين قال بفهم وبغير فهمين ولذلكم إذا أردت أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فعليك أن تكثر من قراءة القرآن الكريم إن تتبرت فذلك جميل وإن فهمت فذلك جميل وإن عسر عليك ذلك فاعلم بأن الأصوات التي تحدثها بالقرآن الكريم في حد ذاتها طاعة لأن العلماء يقولون متعبد بتلاوته أي إنني عندما أنطق حرفا من القرآن الكريم فإن المولى عز وجل يكتب لي الحسنات ويجزل لي العطاء من أفضل ما؟ من أفضل الذكر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار ففي الاستغفار علمنا سيد الاستغفار فقال اللهم أن تربي فقال اللهم أني عبدك وابن عبدك اللهم أن تربي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن فلعلكم ترون بأن النبي علمنا أذكار وعلمنا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فالأذكار التي علمناها النبي عليه الصلاة والسلام ما من شك بأنها أفضل وقبل ذلك كله أفضل الذكر لا إله إلا الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله فإذا كان الإنسان يستغفر وإذا كان الإنسان يقرأ القرآن الكريم وإذا كان الإنسان يكرر الكلمة الطيبة وكل ذلك الذكر يجعله يذكر بأن المولى عز وجل يراقبه الأمر الذي يحدث في نفسه وجداناً ويحدث في نفسه مشاعر جياشة تتحول إلى دموع تذرف من العيون والنبي عليه الصلاة والسلام قال خالياً فهو وحده في جوف الليل ليس هناك من يسمعه وليس هناك من يرى إلا المولى عز وجل ولكن مع ذلك تسيل دموعه تسيل دموعه لأنه ذكر أنه يعني وفق للإسلام فإذا بعينيه تذرفان دموع فرح ويذكر بأنه قد وقع في معصية فإذا بعينيه تذرفان ويعلم بأنه قصر في جنب الله ولذلك يا أيها الإخوة الأعزاء إذا وجد الإنسان نفسه وهو في حال خلوة يذكر المولى عز وجل وإذا بالعينين تذرفان فليعلم بأنه ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ولعلي أختم بأفضل ذكر وأسهل ذكر نقوله ونحن على طهارة ونحن على غير طهارة ونقوله ونحن في طاعة ونقوله كذلك ونحن ربما مثرفون على أنفسنا ما ورد في كتاب الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أعمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والجواب على هذه الآية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فلعلكم تلاحظون يا أيها الإخوة الأعزاء بأن المولى عز وجل يدللنا طارة يعطينا عبادة قد يكون فيها حرج وطارة يعطينا عبادة يقولنا ولو لم تكونوا متوضئين ولو كان صاحبنا عنده مزاج كما يقولون عندما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هل الصلاة مقبولة أم ليست مقبولة مقبولة ولعلها تأخذ بيده إلى الجادة وتجعله من الذين تفيض أعينهم بالدمع ويذكرون الله عز وجل كثيرا أسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم صاحب الفضيلة شيخنا وأستاذنا وبركتنا عمر محجوبي على هذه الكلمات وأن تتوقفنا عند مقام ذكر الله عز وجل وقوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففادت عينا شكرا لكم وشكر موصول لزميلنا فيصل في ترجمة هذه المعاني الفاضلات الغزيرات بلغة الإشارة لعموم مشاهدين الكرام عبر هذه اللغة قبل البدء في استقبال المكالمات أيها الأفاضل اسمحوا لي أن أقول إليكم طبعا هذه المعلومة وهذا الخبر المرتبط بقناة القرآن الكريم حيث عين المدير العام لمؤسسة التلفزيون الجزائري المدير الخامس لقناة القرآن الكريم عين المدير العام الأستاذ فؤاد مسوس مديرا لقناة القرآن الكريم خلفا للأستاذ عمر زيدان الذي كلف بمهام أخرى وبهذه المناسبة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المدير الجديد لقناة القرآن الكريم لإدارة هذه القناة خير إدارة وأن يعينه على التوفيق في الحفاظ على خط هذه القناة في خدمة المرجعية الدينية للجزائر على بركة الله أيها الأفاضل نشرع في استقبال المكالمات والاستقبال والانشغال بالانشغالات هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر وعبر هذه القناة نفتتح على بركة الله باتنا ومنها علي سعلي مرحبا عم علي أهلا وسهلا سلام عليكم سلام عم علي مرحبا بيك باشتراكم لباس لباس عم علي الحمد لله الحمد لله رب العالمين بارك فيك تفضل عم علي عندي سواء البركة الله فيك يا أخي الكريم فضل ولكن فضلوا الشكر نراني نقضي في الصلاة وكل يوم نراني نسلي الظهر مع الظهر العاصر مع العاصر والمغرب مع المغرب والعيشة مع العيشة يا هل ترى نقضي هكذا جايز والله نصليهم مع بعضهم مثلا نفرد مرحة كلهم مع بعض واضح إن شاء الله سؤال الثاني عم علي والسؤال واضح عم علي والسؤال واضح عم علي بارك الله فيك يا أخي الكريم الله يبرك فيك عم علي مرحبا مرحبا من باتنا إلى أين نسلم دي سي محمد أنعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا ربي جزيكم ومبرك الله فيكم واجب سي محمد مرحبا بك يا عطيكم الشيخ الشيخ عندي هنا سؤال رحبا 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 لعمراء أيوا وبعتكوا عطي المرات ديت معايا وحد جماعة وبعتكوا عجي في المطار ضياح صحت الدرام كانوا عندي توحم يعني عشرين ريال الواحد هل يجوزوا لي أن عاود نعطي لهم هذا كل مبلغ اللي ودرتوا لا كيف ما نش عارف كيف يعني متحير بالزرس طيب سي محمد خلينا سقصيك أسئلة نعم خوي هذي المسئولية اللي كانت عندك بحكم مسئولية ضمن وكالة معينة والله هما خيروك تكون مسئول عليه هما كانوا معايا في اللونتير وقالوا لي معنها دايما نعطوني المبلغ ذلك بش نصرها في لهم يعني هما كلفوك بهذه المهمة اختيارا بارك الله يا شيخ كلفوك بهذه المهمة وبعدنا ضيعت هذي المبلغ ذلك ضيعتم ما نضيعتم أني حيرت أني كانوا أعطوني عسن عسن ريال طيب الله يبارك فيك بارك في مسألة ضيعتم هذه نفهمه هل ضيعتم انت تهاونا والله كتب ربي يعني لا لا ضيعتم ماشي ما معلوبة لي سأخرج سأخرج من المطار خليف يكون يعقب دراء الوثيق نشيته نشيته كي جيت بش نحوص أدرام من قيدهم في الأدرام التي عيو التي تروح ماء آخر لضيعتم أيوة مالك ومالهم أنا عمي واضح هكذا بشيخنا يكون على بينا بش نفهمه بارك الله بك الشيخ مرحبا سي محمد مرحبا والله يتطبل من أول منكم صارح لأولا بارك الله بكم على القناة هذه لكم جرت يعطيكم الخير إن شاء الله خير على خير بارك الله هذه قناتكم إن شاء الله وربي إن شاء الله شكرا نسي محمد مرحبا بك من المدية إلى أين فضيلا ناس برج بوري ريج سيدة فاطمة أخت فاطمة مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حبت نقطع سؤال على الشيخ مرحبا سيدة فاطمة تفضلي جزاكم الله خيرا خمبي مسألة يعني على الدار الشيخة ربدي رحمه كتبهني على ثلاثة يعني دار فيها كل واحد عنده سلسات كل واحد عنده ومبع أفضوك قولنا السلفير وحنا نقسمه خاوع وهو الدنى للشرع جال فيها مشاكل هي ما فيها لمشاكل لا ولا الدنى للشرع وكان ما لبنش وشيقول قانون هنا طيب سيدة فاطمة شوف إحنا هكو يقدروا يعطوني حقي ولا ما إحنا نقولولك وشيقول الشرع في هذا الأمر وما ندرها في المزاد العلني أخو كترحها في المزاد العلني ولا القضاء أخو أخو رجلي هما خاوة في ثلاثة أيوة وضعها في المزاد العلني هما الزوج حاوة يبيعوا ورجلي قالهم ما عندش أعطوني حقي برك شيخنا واضح المسألة شوية تقريبا آه طيب أيوة نعم لا بس إن شاء الله سيدة فاطمة هذه هي أخو برك الله فيكم جذلك الله خير إن شاء الله سيدة فاطمة إن شاء الله ولي فات القضاء أخوك ولا الضار زوجك أو الضار سيدة فاطمة طيب إن شاء الله أنا سأعيد السؤال إن شاء الله نكون قد تبيننا السؤال للإجابة أيوة من برج بو علي ريجي إلى أين أيوة ناس مستغانم سي محمد السلام عليكم السلام سي محمد ورحبا بي خير وبركة سي محمد مع أحد الأشخاص أيوة مع شخص قمنا بتأسي الشركة أيوة بس اقترضنا بعض الأموال من عند شخص ماشي من عند البنك اقترضنا أموالا من شخص قرد حسن قرد حسن قرد من عند شخص نعم أيوة مع الوقت صورة فاهم بيني وبين الشرك انسحبتنا من الشركة وتحمل هو الديون لكن انسحبت اتفقت على أنه يتحمل الديون يتحمل الديون اتفقت على ذلك مع العلم أن الشخص اللي يطلع الدين يعرفني أنا ما يعرفوه شوه فجأنا عندي علاقة مهم شوه طيب السؤال مطوح الشيخ بروك أنا ذي متائي هل بروك ذي متائي من الدين هذا ولا نبقى متابع مع الشخص هذا هذا السؤال الأول سؤال الثاني السؤال كان عندي مرض مزمن الله يجب الشفاء شفيك مشاهدة آمين يا رب العالمين أم الحدي بن محمد آمين أيوة عندي مرض مزمن وفي رمضان الشيخ لم أضطيه السيام سمت 15 يوم وكليت 15 يوم مع العلم أني نخذ دواء بالوقت نأخذ مثال على الثاني صباحا على الثاني عشر على مساء عندي توقيت نأخذ فيه دواء المطلوب اللي يشد وكان باش ننسوه هذا 25 يوم قبل رمضان القادم إن شاء الله ما عرفت ننسوه من الصدق ما عرفت طيب سيم محمد أنت ما زال مبريت والمرض مزمن معناها الدواء على طول الوقت رح تشربوا تشربوا طول الوقت آية خلاص باش نكونوا واضحين يوجهنا شيخنا في هذه المسألة إن شاء الله مرأة بكم مبارك الله وفيكم وربي حقكم الشيخ ونشقكم الحساء وآدمكم الله لنا ولمسلمين والجزيرة آمن إن شاء الله بارك الله وفيك يا سي محمد شكرا جزيلا الله يبارك فيكم وإن شاء الله من مستغانم إلى أين أخيرا محمد السيدة أم محمد من العاصمة إبراهيم أم إبراهيم أيوة السيدة أم إبراهيم ألو السلام عليكم سيدة أم إبراهيم ألو السلام عليكم ألو وعليكم السلام وحمد الله وبركاته مستاذ أحمد وشراكم لباس سيدة أم إبراهيم الحمد لله لباس خير وبركة أستر الله الحمد لله عندي سؤال فضلي كان عندي رصيد في بنك البركة في بنك جدته والسيدة خليتها يا هالبرة السيدة هالي حلال أو حرام أخذته الفائدة تركتها هل هي حرام أم حلال ولكن شوفي في هذا البنك هذا درتي درتي كي خليتي شروط اللي طرحت فيها المبلغ مرابحة سيدة أم إبراهيم معليش هذا مكس سؤال واحد السلام عليكم بارك الله فيكم وعليكم السلام سيدة أم إبراهيم لا باس إن شاء الله معليش مرحبا نسب مردس سيدة فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيدة مرحبا كيف حالكم الحمد لله رب العالمين سيدة فاطمة ورحمة الحمد لله نترحم على شيخنا رحمه الله الله يغفر الله ورحمه وأكرم نسوله لدي سؤال أخي تفضلي سيدة فاطمة فيما يتعلق بالميراث هل الميراث فقط يكمنه في المال النقدي واضح في المال أم أنه تدخل فيه البقية كالبيت كالعقارات هل هذا لا بد أن يقسم على الورثة كاملين يعني كلهم أم أنه من حق الذكور فحسب تقصد الأرض الأراضي البساتين هل هذا فقط من حق الذكور أم أنه للورثة ذكورا وإناثا واضح إن شاء الله السؤال الثاني السؤال الثاني أخي إن سمحت تفضلي سيدة فاطمة أسمعك شكرا لتفضلك في فترة معينة كنت أدرس التربية الإسلامية فهل وجودي على غير طهارة وقيامي بالدرس مع الترس مع كتابة الآيات ومع شرحها وقراءاتها واستنتاجاتها هل ذاك كان صحيحا أم كنت على خطأ مع العلم أنه لابد من القيام بالدرس بالسعادة ما شاء الله شكرا لكم جزيلا لا يحفظك إن شاء الله لا يحفظك إن شاء الله لا تنسونا بالدعاء إن شاء الله أنت أيضا سيدة فاطمة أنت أيضا أستاذنا بارك الله فيك فيكم باركة أرغبتكم إن شاء الله وسعداء بعد التواصل سيدة فاطمة سعداء بكم شكرا الله يبرك بإمان الله سلام ورحمة الله شكرا سيدة فاطمة أو أستاذة فاطمة من أبو مردس ونحن الحقيقة شريحة المعلمين والأيمة والأساتذة نسعد بهم ونعتقد أنهم الجمهور الواسع الأوفى والأكثر بالنسبة للقناة لأن القناة امتداداتها الحقيقة ضمن هذه النخبة التي نعتبر أنفسنا شركاء في مهام ووظائف الطربية والتعليم والتكوين والتدريس والتوجيه الديني والإرشاد بشكل عام هكذا شيخنا أربي يحفظك إن شاء الله فمرحبا بك أستاذنا سيدة فاطمة أبو مردس ومرحبا بالجميع بجميع مشاهدين وأوفياءنا ولكن فئة المعلمين أنا شركاء في مهمة واحدة وإن شاء الله رب يوفق الجميع ما فيه الخير هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي وجيبوا عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية بارك الله فيكم وفي ثقتكم ووفق الله شيخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة ورحم الله شيخنا الذين غادرون إلى عالم البقاء وجعل إن شاء الله دعواتكم ودعواتكم لهم إن شاء الله في ميزان حسناتهم جميعا على بركة الله شيخنا علي من باتنا يقول بأنني أقضي عم علي من باتنا يقضي الصلاة وكل يوم رهو الذهر مع الذهر والعاصر مع العاصر وهكذا فهل يواصل على هذا الدرب أم أنه يقضي مع الذهر مثلا صلوات كثيرات ما الذي يمكن أن توجهونه في هذا الأمر جزاكم الله خيرا الأخ الكريم عم علي عم علي جزاكم الله خيرا أو الأخ علي جزاكم الله خيرا على حرصكم على إبراء ذمتك من الديون التي تعتقد بأنها ربما وقعت وبالتالي فإن المولى سبحانه وتعالى في عونك ما دمت في طاعة الله سبحانه وتعالى الله يجزيك خير إن شاء الله إن قمت بالاستمرار على هذه العادة فذلك كاف يعني تصلي الظهر مع الظهر العصر مع العصر المغرب مع المغرب العشاء مع العشاء وما إلى ذلك وإن ومالكي يقولون الأفضل الأفضل أن تقضي مع كل صلاة خمس صلوات يعني أن تقضي مع الظهر ذهرا وعصرا ومغرب وعيش وصبح مع العصر ظهرا وعصرا ومغرب وعيش وصبح مع المغرب ظهرا وعصرا ومغرب وعيش وصبح لأنه بالنسبة للقضاء دائما وأبدا نبدأ بالظهر باعتبار أن الظهر هو أول صلاة صلىها جبريل عليه الصلاة والسلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون هذا حال الإنسان الذي لم يقصر ولكنه إن فعل أقل من ذلك أجزأه بإذن الله سبحانه وتعالى فإن وجدت وقتا آخر أثناء قيام الليل أثناء راحتي في بيتي دون النظر إلى الوقت الذي تكره فيه النافلة تحرم فيه النافلة وأردت أن أصلي يوما كاملا فالأفعل وأردت أن أصلي يومين فالأفعل وأردت أن أصلي عشرة أيام فالأفعل ولذلك أن تجازك الله خيرا تقوم بإبراء الذمة ولئن كانت لك الطاقة والقدرة على أن تكثر من القضاء فالمجال واسع ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينك آمين يا رب العالمين محمد من المدية في رحلة إلى العمرة أخذ معه أو في الحقيقة أمره عليهم جماعة من الناس فقبل بالمهمة وحدث أنه وحدث أنه نسي في محفظة خاصة ما له وأموال جماعته كانت عشرين ريال لكل واحد فعندما عاد إليها وتذكرها وتفقدها وجدها قد أخذت فهل عليه أن يرد لكل واحد ما له في هذه الحالة شيخنا الناس في حالتك مؤتمنون أيها وبالتالي فأنت ليس من مهمتك أن تأخذ هذه العشرين ريال وتقوم بعملية الصرف عليهم تذهب إلى السوق وتشتري الأحم والخضار ولعلك أنت الذي تقوم بعملية الطهي وصناعة الشاي وما إلى ذلك هذا كله جهد مثمن جزاك الله خيرا وبالتالي ننظر هل هذا الضياع بتفريط أو بغير تفريط يعني إذا كان الإنسان يعني أخذ هذه الأموال وقال سوف أتاجر بها أشتري بعض القضايا ثم أبيعها ثم بعد ذلك يعني أضاعف ربحها وما إلى ذلك ولكن وقعت الخسر هذا يعتبر تفريط لكن إن سرقت سرقت وكلنا نعلم بأن هذا المال سرق فإن هذا ليس تفريطا إطلاقا بل إننا نعظم أجره ونقول عظم الله أجرنا وأجرك وما إلى ذلك ولذلك أقول الأصل أن جماعتك لا يطالبونك بذلك من باب الإحسان من باب المودة فإن جاءك أحدهم ولا أعتقد بأن الجماعة جميعا سوف يأتونك وقال لك أريد العشرين دينار إن استطعت أن تطيب خاطره ففعل لكن فقط أقول بأن الذي تولى مهمة مثل مهمتك مهمتك مؤتما يعني لا يتسرب إلينا الشك في أنه قد تزوغ به عينه ذات اليمين أو ذات الشمال لكن مع ذلك إن هو أخطأ وفرط في المال فضاع قد نطالبه ولكنه ليس من المرؤة خاصة ونحن في الحج وما إلى ذلك وبالتالي حاول أن تحل المشكلة بين وبين أصدقائك بالتي هي أحسن فإن بقي أحدهم وقال لك العشرين ريال تعي الحمار دي أعطيها والخرين ما من شك بأنهم لن يفعلوا ذلك إطلاقا لكن هل عليك إثم في هذه القضية ليس عليك إثم والله أعلى بارك الله فيك شيخنا ورب يتقبل مننا ومنكم أسي محمد صالح الأعمال سيدة فاطمة من برج معنى مليش إن شاء الله نكونوا فهمنا السؤال تحها بابها كتب للإخوة الثلاثة دار والآن الإخوة أنهم يريدون تقسيم المال وأحد الإخوة من إخوة الزوج بالمناسبة طرحوا هذه المسألة في المزاد العناني المهم تقول الآن المسألة في القضاء ماذا يمكنهم أن يفعلوا هم لهم حق في أن يطالبوا بحقهم في هذا السكن لأن الميراث جعله الإسلام من أجل أن يقسم الثروة حتى لا تتراكم الثروة وتصبح ربما رأس مال مذر في المجتمع مثل ما الحال في الأنظمة الرأسمالية أو ما إلى ذلك وبالتالي من حكمة الله عز وجل في الميراث أن المال مهما كبر فإنه في كل مرحلة يعني يقسم إلى أجزاء وبالتالي لا تتكون تلك الثروة التي قد تكون فيها مذر للمجتمع ولذلك نقول من حق أسلافك كما تقولين أن يطالبوا بحقهم لكن عليهم أن يطالبوا بذلك بالتي هي أحسن وبالتالي فإن زوجك ينتظر ينتظر حتى يتم التوافق بين الإخوة جميعا ولعلهم يبيعون المسكن وتأخذون أنتم وتأخذون حقكم ولعل هذا الحق يكون سببا في أن تشتروا بيتا خاصا بكم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الإخوة عندما طالبوا بحق والدهم أو والدتهم في الميراث لم يكونوا بدعا من الناس هذه سنة الحياة يبقى أن زوجك ولعلك أنت أيضا تودين أن يبقى هذا العقار كما هو ولا يباع لكم ذلك ولكن مع ذلك هذا المال ليس لكم فقط وإنما لكم ولغيركم وبالتالي إن رفعت القضية للمحاكم ورأت المحاكم وأن تطبق الفريضة فليس هلاك من سبيل إلا أن تطبق الفريضة مع محاولة تطييب القلوب لا نفعل ذلك ونحن في شحناء وما إلى ذلك وإنما نفعل ذلك ونحن في غبطة وفي صرور وفي مودة لأن المولى عز وجل هو الذي أراد أن تقسم العقارات وأن تقسم التركاس حسب الفريضة والله أعلم بارك الله فيكم شيخنا إلى مستغانم ومنها محمد الذي يقول أنه كان شريكا في مؤسسة مع شخص وقد اقترض من أحدهم مالا مع الوقت حدث سوء تفاهم بين الشريكين فانسحب محمد من هذه الشركة واتفق على أن يتحمل شريكه الدين الذي جلبوه من الشخص المعين مع العلم أن الشخص الدائن لم يكن يعرف شريكا آخر بل يعرف محمدا يسأل محمد هل بهذه المسؤولية التي تحولت إلى شريكي قد برئت ذمتي أم أبقى مرتبطا بهذا المال بادئ ذي بدء نقول المسلمون عند شروطهم ولذلكم الشراكة لها بنود تنظمها وبالتالي إذا كانت شراكة خمسين بالمئة خمسين بالمئة على سبيل المثل لن نربح ونتحمل الخسارة ولذلكم إذا كانت هناك خسارة وإذا كان هناك ربح وأردنا أن نرد الدين فالمنطق والشرع يقول بأن الدين يدفعه الشريكان من الربح أو حتى إن لم يكن هناك ربح فإن صاحب الدين ينبغي أن يأخذ دينه وينبغي على هؤلاء الشركة رغم خسارتهما أن يبرئا ذمتهما ويرجعا الدين ولذلك قول السائل بأنهم اتفقا على أن يكون رد الدين من أحد الشريكين هذا أمر يحتاج إلى نظر ليس هذا محله وإنما نقول المنطق يقول أن الخسارة وأن الدين يتحمله الشريكان بنسبة شركتهم إذا كانت خمسين خمسين أو ستين ربعين أو سبعين ثلاثين المهم نرجع هذا الدين كل يرجع نصيبه من هذا الدين بحسب الدين الذي اقترضه وبحسب القانون الذي وضعوه لهذه الشركة وما إلى ذلك ولذلك أن يتم الاتفاق بأن فلان يتحمل الدين ولعله مغبون وأنت تقول هل برئت ذمتي أم لم تبرأ ذمتي إذا كان هناك تراظ برئت ذمتك وإن كان الرجل يرى بأنه مظلوم وبأنه ربما لضعفه أو ما إلى ذلك يعني هو الذي تحمل أرد الدين أرد الدين ينبغي أن يرده الشريكان والله أعلم الله يبارك فيك وإنك إن شاء الله سؤاله الثاني مرتبط بمرض مزمن أصابه في رمضان فلم يستطع الصيام من رمضان إلا خمس عشر يوما وهو الآن يتناول الأدوية ودواؤه مرتبط بالوقت إذ يشرب الدواء في الثامنة صباحا في منتصف المهار إلى غيرها يسأل قبل أن يحل رمضان المقبل ما الذي عليه أن يفعل خنى محمد والله كان من المفروض أن لا تصوم إطلاقا ما دمت مريضا مرضا مزمنا لأن المولى عز وجل الذي فرض الصوم يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولذلكم نقول بأن المشق تجلب التيسير ولا غرر ولا ذرار ولا تكليف إلا بمقدور ما ينبغي أن نتصور بأن المولى عز وجل ليكلفنا ما لا نقدر عليه ولذلك المولى عز وجل في مستهل صورة طاها قال له المولى عز وجل يقول سيدنا محمد طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإنما أنزلنا عليك القرآن لتسعد من أجل أن تطمئن بعض الناس يعتقدون بأن الإسلام مجموعة عقوبات كلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإنما أنزلنا عليك القرآن والشريعة الإسلامية والأوامر والنواهي من أجل سعادتك من أجل طمأنينتك ولذلك المريض لا يصوم ما دمت صمت نقول تقبل الله مننا ومنك وزادك الله خيرا على خير تنتظر الرمضان القادم ماذا تفعل لا تصوم وأنت الآن في حالة مرض إن كنت ترجو البر إن كنت ترجو البر عندما تبرأ اقضي الأيام ولو استمر مرضك سنتين أو ثلاث سنوات فإن كان المرض مرضا مزمنا ليس معه شفا مباشرة لا تصوم وإنما بعد رمضان أو أثناء رمضان تصدق عن كل يوم بمد من الطعام موش كما يقول إش معا ربعين ألف لنهار وإلا خمسين ألف وإلا عشرين ألف حفنة من الطعام وإن كان الإنسان ميسورا وأراد أن يعطي عن كل يوم يتلف وإلا ميت نظر بسالع ليه لكن نحن نقول ما الذي فرضه الشارع الشارع فرض مجرد صدقة بسيطة مقدارها مد أي كف من الطعام بالنقود الجزائرية تساوث الثلاث راك والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك شيخنا ويحسن إليك العاصمة ومنها السيدة أمبرهيم تقول كان لدي رصيد في بنك يتعامل من الشبابيك الإسلامية تقول فأخذت المبلغة وتركت الفائدة فهل الفائدة التي تركتها حلال أم حرام تركت الربح ولم تترك الفائدة والمولى عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربح وبالتالي تحيني الفرصة وارجعي إلى البنك واخذي أرباحك ونسأل الله عز وجل أن تكون لك حلالا زلالا بإذن الله عز وجل الله يبارك فيك ويهنيك إن شاء الله زميل سيد أحمد فقط أعينه فيصل على التواصل مع الشيخ رجاء إلى بو مردس ومنها الأستاذة فاطمة تسأل عن الميراث هل الميراث يكون في المال النقدي أم يدخل فيه البقية كالعقارات والبيوت وهل هي من حق الذكور فحسب أم يعني العقارات غير المال من حق الذكور فحسب دون البنات عندما يموت الإنسان كل ما تركه كل ما تركه يعتبر ميراثا خلى شاش من كما هذا الشاش أيضا يعتبر يعتبر أسأل الله عز وجل أن يحفظ ويحفظكم هذا يدخل في الميراث إذا ترك فراشا الفراش يدخل في الميراث إذا ترك كأسا أو يعني تقم كؤوس يدخل في الميراث وإذا ترك كراسي وإذا ترك أي أمر مقوم يعني عنده قيمة ما يعتبر ميراثا وتدخل في ذلك الأراضي والعقارات والأموال النقدية بل حتى الحقوق المعنوية كأن يكون الإنسان مؤلف أو أن يكون رساما وله حقوق معينة تجاه جهة معينة وبالتالي ترك 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 يعني عملا له قيمة نقدية وما إلى ذلك أي ذا يعتبر ميراثا يقسم دخله إن كان له دخل يقسم على الورث على حسب الفريضة نعم يبقى الآن هل الميراث الذي يقسم هو الأموال فقط؟ لا تقسم الأموال والعقارات والمزارع ويعني أثاث البيت وكل ما تركه الميت هل هناك فرق بين الذكور والإناث في الإسلام؟ ليس هناك فرق للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون هذا الكلام الذي قرأته عليكم ما هو؟ قرآن كريم من الذي قاله؟ الذي قاله المولى عز وجل ولذلكم نقول بأن المولى عز وجل قد فصل في المواريد تفصيل دقيق دقيق بأتم معنى الكلمة من أجل أن لا يقع الخلاف وبالتالي إذا وجدنا من يقول الأراضي والعقارات لا تعطى للإناث نقول تعطى لهم من الذي قال لنا هذا الكلام؟ المولى عز وجل في قوله وللنساء سواء تزوجنا القريبة أو البعيد نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وجاز الله خيرا الأخت الكريمة فالواقع أنها هي التي ينبغي ربما أن تعلمنا في هذا الميدان فهي كانت معلمة للتربية الإسلامية والشريعة جازها الله خيرا الله يبارك فيك شيخنا نزيد تفصيل برك لمزيد فهم في دقيقة إذا كان العرف في منطقة معينة يستعيد يعني يدير إبدال للنساء عن الأرض بقيمة معينة فهل يجوز ذلك؟ هذا أمر لا أعرف الله يبارك فيك سؤال آخر تقول في فترة معينة كنت أدرس التربية الإسلامية ففي الدرس أحيانا تكون على غير طهارة فهل ذلك كان صحيحا أم كانت على خطأ؟ الطهارة تنقسم إلى قسمين طهارة صغرى وطهارة كبرى إذا كان الأمر يتعلق بالطهارة الصغرى فلا حرج تقرأين القرآن الكريم بالنسبة للعامة لكن فقط لا يلمس المصحف أما إذا كنت معلمة أو متعلمة فلك أن تلمس المصحف بالنسبة للجنوب أيضا لا يجوز للإنسان مسح المصحف ولا يجوز للإنسان أن يقرأ آية قال العلماء إلا لاستشهاد أو رقيا أو عالم أو متعلم يعني أنا كمعلم للقرآن الكريم واقتذت الضرورة أنني خرجت على غير طهارة هل أسكت مع الطربة؟ كلا بل أملي عليهم وأصحح وما إلى ذلك فالعالم والمتعلم والمستشهد الذي يستشهد في مسألة شرعية قصد تبيين الحكم الشرعي لمن سأله كل ذلك جائز إذا أصيب الإنسان بالخوف وأصيب بالمرض وأصابه الحمى وأراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم فله ذلك وبالتالي الأصل أن الإنسان خاصة بالنسبة للطهارة الكبرى لا يجوز له أن يمس المصحف ولا يجوز له أن يقرأ القرآن فإذا كان عالما أو متعلما أو مريضا أو ما ذكرته قبل أو مستشهدا وما إلى ذلك كل ذلك يجوزه والله أعلم بارك الله فيكم شهر عمار وأحسن الله إليك الحقيقة استفدنا في سياق هذا اللقاء المبارك جزاك الله خيرا وقد تبقى منه بحول الله خمسة دقائق وخلال هذه الخمسة الدقائق شيخنا كنا قد توقفنا عند رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيدا بعضنا شيخنا يشعر بقسوة القلب ويتمنى لو تفيض عينه ذكرا وشكرا لله سبحانه وتعالى ولكن قد لا يحدث في حياته أبدا أن فاضت عينه ما السبيل إلى أن تفيض عيوننا في ذكر الله كيف الطريق إلى ذلك شيخنا عمار ومتمنين خلال هذه الخمس دقائق أن تختمها لنا بدعاء أرب إن شاء الله يكمل علينا جميعا وأن يوفق أيضا المدير الجديد لهذه المهمة على رأس قناة القرآن الكريم الجزائري بادئة بدء نبارك لأخينا فؤاد مسوس على رأس هذه القناة ونسأل الله عز وجل أن يعينه ولنا معه جوالات منذ حوالي العشرين سنة أو الخمسة وعشرين سنة في القناة الوطنية وكان معنا في وزارة الشؤون الدينية إلى درجة أننا عندما نراه نذكر هلال رمضان ونذكر العيد وما إلى ذلك فهو ليس غريبا عن الجانب الديني فهو ابن التلفز الوطنية ويمكن أن نقول وبفخر أنه ابن وزارة الشؤون ابننا ولله الحمد والشكر يبقى بعد ذلك ثلث دقائق شيخنا قضية النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني الله فلئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ولعلكم تلاحظون أن المولى عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى يقول قائل ما معنى أن يذكرني ربي أن يوفقك أن يجعل عينيك تفيضاني يعني وأنت تشعر بحلاوة وبلذة من قربك لله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فلئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ولئن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني الله وعندما يذكرك المولى عز وجل في ملأه الأعلى فإن ذلك بشارة خير فلقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أحب الله عبدا قال لجبريل إني أحببت فلانا فأحبه فأحبه فيقول جبريل لأهل السماء أي للملائكة إن الله قد أحب فلانا فأحبه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكتب له القبول في الأرض ولذلك عندما يذكرك المولى عز وجل في نفسه أو في ملأ يعني خير منه فأعلم بأن الله فتح لك باب القبول وأقصى ما يمكن أن يفتح هو أن تذرف عينك وتشعر بحلاوة الإيمان الوقت انتهى هذا ما كان شيخنا الله يجزي وسلام على المرسلين والحمد للإبداع رب العالمين ربي يحفظك شيخنا عمر الله يبقى عليك استرر وشكرا جزيلا على ما تفضلت به شيخنا الشكر موصول لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة